السلام عليكم اس рок شباب احنا في الفيديو اللي في تكلمنا ازاي نقدر نقرى الفيديو سواء كان الفيدية عندنا مثلا على الجهاز او كان من ويب كاميرا او اسل法 بيع ويبي كاميرا او اي حاجة من الى حاجات ديات فان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نقدر نسيف الفيديو بعد اعمل المعالجة او اي تعديل عليه تمام فخليكم معاي اول حاجة احنا عندنا حاجة جديدة اسمه فيديورايتر الفيديو ريتر دي اللي احنا نستخدمه عشان نقدر نسايف الفيديو اللي عندنا طبعا فهو اول حاجة عايزها مين عايزها الفايل نيم تمام فهو الفايل نيم اللي انا ميدهوله هنا bit.mp4 تمام وبعدكها حاجة اسمها كودك الكودك دي عبار عن مين دي عبار عن يعني ايه الخورزمية او الحاجة اللي بيستخدمها عشان يعمل كومبريشن لحجم الفيديو اللي عندك تمام فالفيديو مثلا ايه يعني مثلا حجمه مثلا 5 جيجا فهو لما بيستخدم كودك معين والحاجة ممكن يقلل حجمه لتنين ونص او لتنين جيجا والكلام ده كله تمام فده النوع الكودك اللي انت عايز تستخدمه تمام فيه انواع كتير جدا طبعا ففيه لينك هنا هو تسيبولك في الاول ممكن تخش عليه وتشوف الانواع الكتير الموجودة عندك تمام طيب تاني حاجة تاني حاجة بيستخدمها الفي اس طيب الفي اس اجيبه منين طبعا انت بتبقى يعني ايه عندك كاميرا يعني عندك اول حاجة فيديو كابل شهر يعني عندك فيديو الاول وبعدك احنا عايزين نسايفه تمام فالفيديو الاصل ده هوت هنجيب منه الفي اس بتاعه تمام ادى الفي اس طيب وبعدين طبعا لو مش عارف الحاجات ده كلها احنا في الفيديو اللي فاتي اتكلمنا عن الخواص بتاعة الفيديو والكلام ده كله فارجع لها بقى عشان تشوفه طيب وبعدك اعايز مين عايز الفريم سايز تمام الفريم سايز طيب فين الفريم سايز طبعا هيبقى ده عبارة عن توبل تمام فلازم تديله توبل تمام فهنا هنحط هنا الفي اس والفريم سايز طبعا نجيب هنا الويتس والهايت اول حاجة الويتس وبعدك الهايت هنا هو تمام اخر حاجة اسكلار اسكلار ده تعبار عن ايه ده تعبار عن لو الفيديو اللي عندك اعمله بروسيسين كأنه يعني ايه ابيض و سويد ولا كأنه فيديو ملون بألوان لا هو الفيديو بتاعنا ملون فهو يعني ايه سيعمل له معالجة بألوان لو انت دخلت على الرابط ده هو بيقول لك ان الاخر برامتر ده مش مدعوم اللي على ويندوز فمعرفش موجوده على ماك ولينيكس والكلام ده كده ولا وكمان انا جد جربته عملته مرة فولس وعملته مرة true لقيته ان هو بيعمل نفس الكلام ما فيش اي تأثير فاسيبك منه اساسا ان ما تعملهش حاجة لو مسلاً لو قد الله حصل اي خطأ ولا حاجة حاول تبقى تخلي اخر برامتر ده خلي true تمام وبعد لك هعمله اي؟ يعني حطه هنا معك ماك اي ك هزدت امان طيب كده احنا معنا مين؟ كده معنا الرايتر الرايتر ده اللي هو هيعمل لنا اي؟ هيعمل لها save للحاجات اللي عندنا تمام وبعد كده نفس الكلام بالزبط هنعمل ايه؟ هنعمل واي ترو او فديو از اوبند وبعد كده نجيبº اللي عندنا تمام؟ ونبدأ بقى الـ Writer.write تمام وبعد كده وبعد كده إحنا كنا في الفيديو اللي فات قلنا إحنا لازم نستنى بمقدار زمن معين بمقدار الفس اللي لعندين عشان بس نقدر نشوف الفيديو وما يكونش لسريع أو بطيء أوي هنا أنا مش محتاج إن أشوف الفيديو بسرعة أو ببطء انا اساسا مش عايز حاجات دي انا عايز اسايف الفيديو اللي عندي فانت ممكن بقى تعمل كومنت الخط دي او السطر دي او تشيله خالص تمام عشان حتى ما يبطق لكش البرنامج ولا حاجة ويبقى البرنامج سريع معاك والكلام ده كله طبعا اخر حاجة بقى بتعملها مين بتعمل لها ريليز للرايتر والفيديو وكل حاجة عندك تمام وبعد كده هعمل ويب براوزر دي الدوت اوبين عشان اول ما بيخلص حفز الملف بخليه يعرضه لبعض تمام فطبعا او الصحي انت ستتحدث عنها هتقول لها هتجد او فيديو رايتر النهر ثرين عشان تمام وبعدك هتديلو بقى الكودك اللي عندك ستار وsongها ، واغنبها الكلام الده ده معناها ايه ؟ sert Will, يعني انا جيب اتكلم ơi xvid نفس الكلام بالظبط هتلاقي اهمه نفس الكلام ده dqd어주 تاني تمام و اللي انا كنت كدبه قبل كده دي Codic تمام فاي حاجة في الاتنين تمام فهو الستار ديت يعني كأنك كتبت نفسي السطر دي يعني كأنك خدت دهوت كنترول اكس مثلا وشلت دهوت وحطته هنا كنترول في كده كأنك كتبت نفسي الكلام ده بالزبط تمام فوع عشان بس ايه تسريع مني بس كده ولا حاجة تمام طيب بعد كده دي كده الكودك فهو لازم يعني ايه الكودك اللي عندك ده يبقى هو لازم يكون فيديو رايتر اندراسكور فور سي سي تمام طيب بعد كده بقى تعالى نشوف البرنامج تمام اهو دي الفريمز اللي بتتعرضه تمام ودي الفيديو دي كده الفيديو اللي هو معروض تمام حتى هو بد.م بفور تمام كده الفيديو اللي اتعرض تمام طيب دلوقتي تعالى بقى نطبق حاجة يعني ايه حاجة كمان عاللي احنا عملنا ده ممكن مثلا احنا معينا الفيديو حنا احنا ممكن مثلا نعمل ايه من ثانيا نخلي رايس كيل نخلي بيض و ثود ممكن نخليه يماشي بال يعني ايه يعني يعني ايه يا نتكيب الفريمز من وهره القدام يعني لمسلا نخليه ماشي بالعكس تمام وهدل هنعمله دلوقتي هنخلي الفيديو يماشي بالعكس تمام فتعالى نعمل كومنت الاجزاء دي كلها تمام فدي بس يعني ايه يعني حطيت بس الاجزاء ديت بحيس ان هنستخدمها تاني بس على الوريجينال فيديو بقى اللي عندنا تمام هنستخدمها في نفس كل الحاجات بالزبط نفس اللي فوق بالزبط ما فيش اي تغير تمام بعدين بس هنا بقى ايه انا غيرت هنا الاسم تعال انا غيرت هنا الاسم ماشي بحيس ان هو نخليه تمام اعرفه بس وبعد كده الفكرة بقى هنا ايه الفكرة هنا ان انا هجيب بعدد الفريمز اللي عندي وبعد كده اطرح منها واحد ماشي فهيدينا اخر فريم موجودة في الفيديو خالص تمام كده معي اخر فريم خالص وبعد كده بعد كده هخلي منها بعد كده هقوم جاي خلي الفيديو اللي عندي هامل له ست على المين على الفريم ديت او على الفريم اندكس ده تمام وبعد كده افضل الفريم اندكس ده افضل نقص من واحد بحيس ايه افضل اماشي كده من ناحية اليمين لحد الشمال تمام لحد ما وصل للصفر تمام فهو الفكرة في كده طيب فاول حاجة احنا جيب مين فريم اندكس اللي هو اول اندكس هنبدأ من عنده اللي هو مين عبارة عن عدد الفريمز نقص واحد فيدينا اخر فريم خالص وبعد كده هفضل نقص منه هفضل نقص من الفريمز اندكس ده لحد ما يبقى مين لحد ما يبقى اكبر من لحد ما يوصل تقريبا من الصفر تمام لو وصل لسلب واحد كده هطلع تمام عشان ما فيديش اندكس بالسالب طب بعد كده بعد كده هقول له original video.set مين بقى اللي هو ال position بتاع الفريم اللي عندي تمام طب هتغيرها بقى هتغيرها بالفريم اندكس ده وبعد كده بعد كده هعمل read read بقى الفكرة بتاعت read احنا قلنا هو بيسحب الفريم اللي على المكان اللي انت واقف فيه فهو المكان اللي انت واقف فيه اللي هو اخر فريم خالص فهيدديني الفريم ديت تمام وبعد كده طبعا ديه بقى لو انا عايز اطلع في اي وقت اتكي على حرف q تمام وبعد كده هنخلي هعمل save للفريم ديت اكتبها وبعد كده ايه هقوم جاية عامل فريم اندكس اللي عندي هنقصه واحد عشان قدر اجيب الفريم اللي قبله وافضل هكذا يعني تمام وبعد ما خلص خلص بقى هعمل release لكل حاجة عندي وهاعرض الفيديو فتعالك انا شوف ديت اهو تمام او الفيديو يعني الناس ماشية بظهره تمام فهو دي الفيديو تمام بس فهو دي يعني ايه يعني تطبيق بسيط كده تطبيقات كتير جدا انت ممكن تستخدمها ممكن تعرض اشكال على الفيديو وتممكن تعمل اي حاجة انت عايزها على الفيديو طالما انت معاك فريمز كتيره والكلام ده كله تمام بس فهو دي نهاية الفيديو رب يكون عجبك واستفدتم منه واريت لو لسه مشاركش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس ولا عاجبك الفيديو ريت تعمل لك وتشاره مصحبك واشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله يلا سلام عليكم يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة